أحيى زكان العاصمة الكرواتية زغرب الذكرى الخامسة والاشرين لمجزرة بلدة فوكوفار وأضاء السكان آلاف الشموع على أرواح المئات من الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم والحصار الذي فرضته القوات السربية للسيطرة على البلدة أبان حرب البلقان ذكرى المجزرة أعاد إلى الأذهان المساعي لملاحقة المتوردين في ظل تأكيد بعض الجمعيات المدفع عن الضحايا على التجاهل بلقراد لملاحقة الجناء كما يقول هذا المحامي في يوليو تحدثت مع نائبة المدعي العام في بلقراد وقالت لي صراحة إنه حتى يومنا ذاك لم يتم اتخاذ أي إجراء لم يتم إجراء تحقيق واحد أسس لا يسمحون بتوجيه أي اتهامات جنائية سكان فوكوفار شددوا على أن أعادة دمج مختلف العرقيات في البلدة سيكون أكثر نجاعة مع محاسبة المسؤولين عن المجزرة رئيس المجلس المحلي لفوكوفار يقول من المستحيل أن يمشي المعتدون بحرية في شوارع فوكوفار من جهة أخرى هناك العديد من الحالات التي تم فيه اعتقال أفراد كانت من قوات التفاع الكرواتية على الحدود لا يمكنهم العيش بحرية في بلدنا وبعد حصار استمر 87 يوما استطاع الجيش اليوغزلفي والقوات الصربية من دخول فوكوفار عام 1991 حيث عمد الصرب على إجراء عملية تطهير عرقي في البلدة التي عادت إلى كرواتيا مع نهاية الحرب ترجمة نانسي قنقر